الحب بيعمل لك هدف في الحياة فهم؟ ربنا يعلم أنا بحب شامادي عادي ممكن نفسي تبقى أسعد واحداً معايا شامادي ملاكة أصوص ديال ملاك يعني ما ينفعش تبظل بص يا أحمد أنا مش جالك دلوقت عشان أقول لك تعالك جوز أختي لا أنا جالك عشان عرفت أنك أنت وجدها وابن حلال وبتجر ورقك لعيشك عشان كده أنا جيت لك جيت عشان أتكلم معاك يمكن كلام إدي ساعتك في حاجة مفوق أحمد مفوق مليهتك عدرت من فوق قلناها زاد ديال بس معلش ما تتعيبش نفسك أنا جاي أقول لك ألقف نفسي وخلاص كل اللي حصل لك ده المفروض يخليك أنشف من كده أرجل من كده فوق فوق اللي حصل لك ده لازم يأويك مش يضعفك ولا حتى أكسرك أفهم الكلام يا أحمد دوروا في دماغك هتلاقي صاحف الآخر أصاب خير صاحب تكفي أهلا الفضل أنا بشكر سعادتك أنك رديت تتقابليني وأشكرك طبعا خرجت يوسف صاحبنا أنا المفروض أشكرك لا علي يا مدام نحن خدمين سعادتك ما فيش خدم بذكانك تشرب إيه؟ يا حن لو أتقل ممكن تشغل شي كنت عايزة أسألك عن الجنرال ما له الجنرال علاقتك بيه سمسار بيطلب مننا حاجاته بنعملها له مش أكتر شغال معا من زمان؟ كنت شغال معا بس الوقت ما بشتغلش معا ملحكتي وصلتك إزاي؟ يعني سعادتك تقدر يتاعتب ليكا ماطش حتساد الوقت بقى بشوف استوديو تحليلي أعلق على الإنفلات الأمني اللي بيحصل في البلد اللي بين دور بتعرفت عزراه بساعتي بتعرفت حاجة زينا برضه على فكرة الراجل اللي كان معي ده كان جوزي بس هون كنتش عرف نو بيه صورت طيق بتا مش من صدقني ولا ايه؟ وفي حد يقدب الحكومة برضه ولا ايه؟ ريق أنا وفيت إن أنا سعيدكم لما عرفت إن الجنرال تخلى عنكم بس لو اكتشفت إن اللي بيحصل ده باتفاقكم سوا علي ومضو ده مش حياتي على خير بقول سعادتك يا مدام بدي لسه ما تعرفيش ميه من ريق كويس بدي نفسك فرصة لأمو تعرفيه بعد كده أحكم عليه البيت طيبة وبنت حلال وبتحبيني بقول تكتب عليها بتقولي يوسف تكتب عليها ايه ايه بتعملي ايه؟ حزغرت يا حبيبي ده يوم المونى يا يوسف أنا مش عايز حد في المنطقة هنا يشم خبر عن الموضوع ده يعني ايه مش عايز حد يشم خبر؟ زي ما بقولك كده مش عايز بقى قعدة النسوان بتاعتك ولخلك كتير ولاقى الدنيا كلها عرفت في ثانية طب فاهمني العبارة ايه؟ يا ستي زي ما بقولك أنا مش عايز مخلوق يعرف خبر عن الموضوع ده ولو لقيت حد عرف هعرف اني بعرف منك انتي لان انا مش قيل لحد غيرك خلاص يا حبيبي اللي تشوفه ربنا يتمي منك بخير على عموم يعني ندين بنت حلال وكويسة بس يعني هترضى تيجي تعيش معي هنا شوفها ولها ايه تقولي ايه؟ يا ولها بقولك مش عايز حد يشم خبر تقولي ايه هتيجي تعيش هنا الله امال هتعيشه فين؟ هنقض عندها في الزمالة طب وانا ايه يوسف هل سيجني عايش لوحدي؟ الجرى ايه يعني؟ كأني مسافر طب و لو حبيت اتطمن عليك اعمل ايه؟ عادي تكلميني عن موبايل لو في ايه حاجة وانا برضه بقى اكلمك نمطيك على الضغط سعمو عليكم انا جبتكم معي هنا عشان انتو جدعان وطيبين ومش حيبني شغل الصلاة ولي بيحصل فيها انت مش افتهاش دلوقتي يا ديبو الصلاة بايد بتلمي وكل يوم في مشكلة الشغلة عندنا هنا غير المرتبات مش هنا اختلف فيها بس يا ريت بقى في الاول كده طقفوا جنبي وانتو عارفين ديبو وانحنا عملنا هننسى جدعانتك معنا يا ديبو ماشي اشربوا حاجة طبان اكلمك هديبو عشان احنا نتأخرين زبت نفسك انت علفت تتاح وانحنا تحت قامنا ماشي سلام عليكم عكس سلام عليكم هاتليفونات بقى بنا معاهات سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم ايه الجمال ده اللهم اصلى عندي يا ديبو من اول اكنا تنفيذ مش تجد شوف الدنيا فيها ايه يا انا يكون فيها ايه بعدين انت الوحيد اللي بترفع بالشكلة دي هنيجي نعمل ايه اه يا انتو من اول كده بحوات وانا اللي اطلع عن اهلي طب انت عايز نعمل ايه ما انت عارف افهمش غرف الاهل هرصوا حجرين هفتعز السنبيرة هلعنت اتخاني ومعوره يا عم ما تشتبه لانا وارا الجلل تسلم عليك بيش مشايش بكل بقولوك ده هضايس بس مشكلة حقيقة ان انا مش عارف اطلع من جاو الحارة اعطل عليها يا فاري هو فاري هو انا كده وانا كده برضه من ايه قبل ما سافر سيبت الشغلانة وقدش عزر جعلها تاني بس لما جيت هنا وديني وقفت على حيلها ببسط اه هو اقف بختي بس الفارق بقى اني بغدل في ملكي احساس حلو اه هو يا عارف اكتبقى وقف في ملكك صح يلا مبروك علينا مبروك اصح بتيني فرج لك تعالي خش نادين انا مش متطمينة للجوازة دي تانية ماما اه تانية نادين ده ولا حيجبلك شبكة ولا عايز يعملك فرح ولا حتى جايب شقة تعيشوا فيها يا ماما انا قلتلك مئة الف مرة انا ما يهمنيش الحاجات دي كل اللي يهمني الراجل اللي هتجوز ومش هيجبلي ايه يا حبيبتي ومنظرنا قدام الناس منظرنا ايه بس يا ماما وانا مالي ومالي الناس ما عندك نادية بنت تانت فايزة عملت فرح وجالها شقة وشبكة عملت ايه يعني ما هيقعدة زي قلتها اهو وبعين يا سنتي لو علي كلام الناس اللي يسألك قوليه انه هيكتبلي الريستوران اللي انتي شفتيه بنافسك باسمي وهيسمينه دي راستوران خلاص الباقي كله شاكليات يا جيد عمه هو بالعقل كده واحد بيطلع في التلفزيون ليه النهار يبقى لازم نعزمه يا عم دعائل فتايا احنا مش شقصين قرف يا عم مالناش فيه المهم انه هو لما هيجي هيجي بردلي في المكان بقولك ايه انا تعبت وجبت ااخت هده هيجي قالت يا ناجل خلاص انت بتاتك عليه انت كناية فيه فجأ صاحبك لما كنا في برساين دخل ناف في الجابة اللي جابه في جمره واتك يا نوم واسع هديبه اللي تقفش هديبه وده مش فايدة بانت جزم بحالها مابعناش منها ولا جوز صاحبك هو السبب قال لي لعرفي حتها ايه هو عاكر بس الجزم ايه ده جزم الماتين هتلابسها فيه انا انت متطعب تبيعهم اه ما تبقى يا عم الحاج تبالت جزم كلها فرد شمال هيباعها ازاي يبدو ما البالة اللي بعدها جاية كلها يمين انت معربيت الكبدة كنت لعك كانت شرطة انا برضو يعني لا بقى دي شورة صاحبك قاعد عشانا يقول لي في خلال سنة يبقى عندنا محل الكبدة وبعوش العرقة عربيت الكبدة نزلت جات البلادية جلب نفس اليوم قال لك لحم كلاب طب ايه فهم دولة الكلب كلاب دي احنا اتمرمطنا على اخر معدك حالة هماني مين يسد انه بعدنا مكان زي ده قد انه هتفك معاني فيه اجر هاني معنا عادين بندحك ومفرفشين وزي الفورل ايه لازمته بقى انه كان ده قد ايه اللي مزعالك هاني اللي مزعالي انه ما يحسد المال لاصحابه واحد يقول لي اتمرمطنا كتير والتاني يقول لي عمرنا ما كنا هنوصل لحاجه زي كده لا ايه هنوصل ياديب بالعافية بالزوق انه هنوصل قد ايه اللي مطمناك يا يوسف بيناقلك من اللي فات مش هيرجع تاني مش هيرجع مش هيرجع هرايك الدنيا بترجعش ادهارها